يجب أن يكون هناك من ينتقد لأن القرارات يجب أن تنتج عن نقاش نقاش طبيعي وليس إملاءات عليا وعلى لين أن ينفذوا فلن يكون المجتمع طبيعيا بهذه الطريقة بالنسبة لثلاثة ألاف وثمانمائة شخص هم سكان قرية بلشايريخ النائية فإن الانتخابات هي حدث مهم ويحضرون أطفالهم معهم ليشهدوا صنع التاريخ كما يعتقدون التصويت واجب أدليت بصوتي في كل مرة لم أمتنع أبدا عن الإدلاء بصوتي لدي ثمانية أحفاد من عدة أبناء بصوتي لأضمن لهم حياة كريمة ولكل الأطفال الروس رغم الهدوء الذي يظهر في الساحة السياسية الروسية عموما إلا أن القلق يساور حكام الكريملين ولم يعد الناخب الروسي يعتقد أن بوتين هو ضامن الاستقرار والازدهار في روسيا واضطر بوتين إلى توزيع نوش الحزب في هذه الحملة على ثلاثة وثمانين دائرة انتخابية ليشرفوا على سير الانتخابات كي يضمن نجاح حزبه بقيادة الرئيس ديمتر ميدفيدف وتتهم بوتين باستبعاد الأصوات المستقلة عن الحلبة ويبدو أن المواطنين الروس أيضا ملوا من صورة الرجل القوي بوتين ولم يعودوا يؤمنون بوعوده المعصولة كمخلص روسيا وقائدها نحو المستقبل سأصوت للشخص الذي سيعمل لمصلحة الشعب ومصلحة روسيا المستقبل يبشر بعصر ذهبي لروسيا وأريد أن أنتخب أشخاصا من ذهب لحكم البلاد ولن أنتخب هؤلاء المعبأة جيوبهم بالذهب بل هؤلاء الذين يحوزون عقلا ذهبيا وأقصد بذلك من يعرفون الحكمة الإلهية ويخافون الله ولا يزال حزب بوتين صارع الأحزاب الأخرى التي تتهم حزبه بمجموعة من اللصوص والمحتلين ولكن الناخب الروسي بات حذرا من جميع الأحزاب والمرشعين عموما بالنسبة إليه فإن الآخرين يعدون أنما يجلسون على كرسي السلطة يتناسون وعودهم التي بشروا بها الناخب الفقر الذي يحلم بمستقبل باهر حيا نعقوب بي بي سي ترجمة نانسي قنقر